السلام عليكم حبايا بحياكم الله متابعين من قناة بن دجل سبورت قبل ما ندعم الفيديو أصلي على النبي محمد وآلي محمد اضغط لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد منتخبنا العراقي يواجه منتخب فنزاويلة في بغداد أو البصرة في الواحد وعشرين من الشهر المقبل إن شاء الله تكون مباراة بغداد حسى ولعل لا ينفك الحذر عن بغداد والعراق أجمع رح نتعرف على فلسفة مدرب منتخبنا الوطن العراقي الجديد الإسباني خيسوس كاساس الذي سيقول التجربات الأربعة بمعية راضي شنيشل عمره 49 سنة المهنة مدرب الخططي مدرب مساعد متخصص بتطوير الركلات الثابتة الهجومية الدفاعية تطوير إخراج الكرة من المنافس تمارين الروند واللعب تحت الضغط تحليل الأداء النوع الكمي توقع الرسم الخططي والأداء المهاري للمنافسين اكتشاف المواهب بحسب فلسفة اللعب المطبقة نظام اللعب المفضل لديه 4-3-3 الهجومية أو 4-2-3-1 طريقة اللعب اللعب غير المباشر التحولات في وسط الملعب اللعب المباشر يتبعه الضغط العكسي في ملعب المنافس فلسفته في التدريب كرة هجومية المربع الذهبي للتهديف مهاجمة المنطقة 14 اللاعبون القادمون من الخلف التمريرات البينية الكرات الرئيسية المؤثرة من مختلف الملعب عمل خيسوس مع لويس انريكي مدرب منتخب اسبانيا الحالي لمدة 4 سنوات بصفته مزاعدة للمدرب وظيفته قراءة المنافسين خلال المواجهات وتقديم له الحلول الخططية الآنية بالإضافة إلى محل الأداء الفني إن شاء الله يا أهل منتخبنا العراقي إلى كأس العالم 2026 شنرى يكون بهذا المدرب؟ أشرف بن عياد يقول لا أدري هل سيكون هناك اتفاق أم لا بين الاتحاد العراقي وخيسوس كاساس لكن هذا المدرب له خبرة كبيرة وخصوصا لديه قدرة على فرض اسلوب جميل من اللعب وقراءة الخصوم بشكل رائع عندما تحدثنا سابقا شكرت له العراق كبلد ومنتخب اسود الرافدين وخصوصا الجماهير العراقية التي تعشق كرة القدم اللعب الدول العراقي مهند جعاز يواصل التألق ويساهم بالتسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة فريقه أمام كالمارة يونس محمود يقول قطر ستبهر العالم وستكون نسخة مميزة وتاريخية لكل العرب طبعا صارت مشاهدات كلامية بين المدرب عبدالغني شهد وبين مؤمن اسليمان وبالأخير صالحهم عبدالغني شهد يقول اش وقت ما يدرب مؤمن اسليمان للحدود أو نفط الوسطية لا ينجيسي البرادة مدرب وروح بمصر تسوي هايس والفك مدرب الشرطة وامن اسليمان يرد على عبدالغني شهد عبر صفحته الشخصية يقول عندما أود إلى مصر سوف أنقل الصورة الطيبة للشعب العراقي الذي احتضلني كأحد أبنائه وعملني بأحسن ما يكون ولن أذكر العنصرية الواضحة من تصريح عبدالغني شهد وسأعتبرها حالة فردية بعد أكثر من سنة في بلاد الرافدين أرجو من عبدالغني شهد التحدث بالأمور الفنية بدلا من الحديث البعيد عن كرة القدم وأخلاق المهنة لو عمل عبدالغني شهد في مصر وفشل فلن نذكر العراق بالسوء وسوف ننتقل طريقة لعبه الفنية وكل ما هو فني فقط في كرة القدم لا يوجد مدرب محلية وأجنبي هناك مدرب جيد وآخر غير جيد وأخيرا كل إناح ينضح بما فيه أداء الربيع يجمع المدربان مؤمن اسليمان وعبدالغني شهد في مكالمة جماعية تمام خلالها الصلح بينهما بعد الخلافة الذي حدثه في مباراة الشرطة ونفط الوسطة وما رافقها من أحداث وتصريحات دهوك يتعادل مع أربيل سلبيا في الجولة الخامسة من دور الكرة الممتاز القوة الجوية يحكم قبضته على صدارة الممتاز بعد فوزه على نفط ميسان برباعية نظيفة الزورة يتغلب على نوروز بأربعة أهداف لهدفين في الدور العراقي الممتاز النجف يتغلب على زاخو بهدف واحد في الجولة الخامسة من الدور العراقي الممتاز ريال مدريد يتعادل مع جيرونيا بهدف في السانتياغو بيرنابيو يبتعد عن صدارة برسلونيا بفارق نقطة لكن الحكم قتل المباراة وأعطى لهم ضربة جزاء غير صحيحة وهدف ملغي صحيح لرودريغو وحتى مدرب جيرونيا ميتشي يقول هدف رودريغو الملغي كان هدفا صحيحا لا أعلم بسبب إلغاه وهذا كان هدف جيرونيا في الجولة الماضية نفس طريقة هدف رودريغو تم احتسابه ويقولون الحكام ويالريال مهزلة طبعا ريال مهزلة طبعا حبا يا تقلبي هنا وصلنا نهاية الفيديو بسرعة الفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كما معكم أنس في عمان الله نلتقى في فيديو جديد اشتركوا في القناة